موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتعرفه على ليستيل اللي هو واحد الادات اللي هي مهمة بثاف اننا نخدمو بها والدور ديلها انه كنربحو الوقت فاش كنخدمو بليستيل الثاني حاجة انه كيكون عندنا واحد التناسق في الرابور ديلنا وكذلك انه كنخدمو بوحد الواتيرة اللي هي سريعة فاش كنبغيو نقدو واحد الرابور ايدا نبدو ونتعرفو على كيفاش كنخدمو بليستيل اولا نغيرو الكلور ديل الباج نخلوها هكا نديرو يعني نخلو انه الورد هو اللي يعطينا واحد البراغغغاف من عندو R A N D Odyssey نديرو مثلا عطينا ثمانية اول اتناشة بباراغغغغاف وكلا الا Venezuela واحد فيقيمون اللي هو طويل بحلقة مثلا هنا يعدنا جوج دير اللي باج لكن في حالة ما إلا كانت عندك مثلا 15 رباج او الاكتر وبغي مثلا تتسيلكسيوني هاد الامور كلهم مرة واحدة يعني من غير أنك ما تهود للتاح تدير للاسيلكسيون بات الشكل هذا إلا كان عندك بساف يعني دير اللي باج كمشي ولاد البلاصة هادي سيلكسيوني وهنايا غادي نديرو سيلكسيوني 2 ها هو يعني دير اللي سيلكسيون لجميع الأمور اللي كانين فاتوا سيادة نحاولو أننا نكابلو مثلا شي شوية بعد الشكل بعد ندخلوها هاكا هنشوفو يعني كيفاش دبا غادي نخدمو بهال الأدوات اللي عندنا في الزونا دي اللي هو ستيل في الأول يعني في محطة للسوري كيبقى عندنا أنه هنا في نورمال غادي نشوفو طريقة باش كنخدمو نفترضو أننا ناخد تامين والعنوان ديل هاد متلا ديل هاد متلا ديل هاد الدوكيمو هادا هو اه فوغماشيون فوغماشيون وورد باتشكل هذا نحاولو أننا نجيبوها الوسط نديروها نديروها انقرة مثلا نزيدو في لاتاي ونديروها انقروج ومثلا ديروها السولينية ولا لين يكون مثلا بواحد اللون مثلا بهاد الكولور هادا يعني بهاد الشكل هادا هو اه يعني تيتخ ديل هاد الدوكيمو على سبيل المثال يعني إذا بحنا ناخده مثال وانتو مغادة تبقو يعني في في الغياليتي اه ناخده مثلا انه هاد الافخاز هادي مثلا يعني هادا هو اه يعني تيتخ الكبير مثلا هادا هو التيتخ الكبير تيتخ الكبير مثلا نديرو يكون اه يعني تيب ديال الكتبة ديالو بهاد الخط هادا تايم مثلا ونحاولو ليه الكولور انه يكون مثلا اه اختار واحد اللون مثلا هاد اللون هادا يعني هادا هو التيتخ اللولاني اه ناخده مثلا اه سو تيتخ تال هنا هادا هو السو تيتخ بهاد الشكل هادا وبغينا مثلا سو تيتخ يكون عندنا اهنا يا لاتصاي ديالو نزيدو فلاتصاي ديال ديال هادا ديال هادا الافخاز هادي نديروه مثلا هي ستاش وهادا نخليه من اربعتاش ونبتلولي الكولور يكون بهاد مثلا اي لون اي لون ناخده هادا بشي مشكل اي لون مثلا دبا بغينا حناية انه اه اولا هادي نزيد عندي الليها واحد جيو دياليها هكا باتشكل هادا مثلا دبا بغينا وقت ما كان عندي واحد يعني واحد تيتخ واحد العنوان كبير هنا عندي في النص انه يكون عندي بالحمر والسولينية بهكا وتكون يعني تكون لاتاي ديالو هي اربعة وعشرين ويكون بهاد الخط هادا مثلا كيفاش كنديليها كنجي الهناي كنسيلكسيوني كنسيلكسيوني هاد العنوان هادا كنجي الهنا وكندير كريي انستيل بعد كنجي المضيفيه هنا كيكون لنان ديال داكستيل نديرو مثلا هنا تيتخ تيتخ هكا وهنا كيعطيني نفس الامور اللي عندي هنا هنا عندي غاليبري هاو هاو هنا هنا عندي 24 هنا انغرا وهنا عندي السولينية وبالحمر وهنا كيعطيني واحد يعني واحد لابرسوي هناني نشوف هاو تأتير هادا كيفاش كيكون عندي هنا وندير اوكي فاش كندير اوكي كيبان عندي هنا يا تيتخ يعني تل هنا دابان مزين دابان فترضو اننا عندنا واحد كنجي والدوكيمون ديالنا وعدنا واحد العنوان مثلا عنوان مثلا هو هذا تفرضا هو هذا يعني بلسط ما نمشي ونعود عود تاني ندير لي انغرا وندير السولينية اكس ترا غادي نجي وغادي نكليكي هنا فاش كنكليكي هنا في تيتخ يعني كعطيني نفس الامر يعني تيتخ يعني خدا نفس الامور اللي كان عندي في تيتخ هذا مثلا قلنا هذا هو تيتخ دو تيتخ دو ونسميه سو تيتخ وندير اوكي مزين دابع عندي تيتخ تيتخ اه هنا تيتخ دو اكس ترا وهنا يسو تيتخ هنجي مثلا عندي في الدوكيمون ديالي بحال هكا كنقلب هنا هاد يعني اي جملة ناخدها ناخد مثلا شي جملة ناخد هادي ندير انتخي باش تفقها معزولة هذا مثلا هو سو تيتخ فاش غادي نجيل هنا هايا وغادي نكليكي لاحظوا انه زادني هادي وبدل الكولور وببدل يعني بهات الطريقة هادي كان نربح الوقت بزاف مثلا فاردان عدتاني في الدوكيمون ديالي هاد هاد الافخاز هادي هنا هايا مثلا يا تيتخ دو دنك هادي نكليكي هنا ها يعطيني تيتخ دو وبهكا كنزيد مثلا نبغي ندير مثلا واحد الغيفيرانس مثلا فاش كنقود الرابر ديالي وككون عندي واحد الغيفيرانس يعني اعني انش اجبت واحد المعلومة معيانة نفترضوا انه هاد هو هاد الجملة هادي هادي هي غيفيرانس ديال شي حاجا يعني كما شفتوا انا في الاول اني اخديت هاد 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 قمت بإنطلاقاً من الورد لكن تبقعها وما راكم فاهمين الطريقة باش غادي دب هادا نفترضو انو بنا نديرو دب واحد ستيل ديال لغيفيغونس الغيفيغونس مثلاً احنا يبنا الغيفيغونس يكون عندنا مثلاً لاطاي ديالو تكون صغيرة تكون مثلاً مثلاً دوز ويكون اللون ديالو مثلاً بهات الشكل هادا نزيد مثلاً إيطاليك بحالكا وغادي نجيو باش نكريه واحد ستيل نديرو كريه ان ستيل ونسميوه مثلاً غيفيغونس نديرو اوكي دونك تكريه عندنا واحد ستيل اخر اللي هو غيفيغونس وفاش كان نبقى خدام يعني في دوكيمون ديالي ولقيت بأنه عندي واحد غيفيغونس اخر فرداً انه هاد يعني نفس الجملة تعودت عندي هنايا يعني هذا من هنايا هذا هو مثلاً كي يعني ليه هو غيفيغونس نجيو لنايا وغادي نديرو بحال ما هكا هذا يعني تعطاني غيفيغونس دونك هذه هي واحد الطريقة باش كان نخدمو في دوكيمون ديالنا وكما قلت اننا كنربحو بها الوقت يعني كان قد واحد يعني واحد ستيل وكنربحو بها الوقت تانياً انه كيكون عندنا واحد التناسق في دوكيمون ديالنا وكذلك اننا كنخدمو بواحد سرعة اللي هي كبيرة خصوصاً انه فاش كيكون عندي واحد الدوكيمون اللي هو كبير مثلا فاش كان وصل كتبت مثلاً ثلاثين باج او لا ربعين او لا وكان بقى نقلب وقت ما لقيت انه كتبت واحد التتخ وباغي نقلب عليه نقلب على شنا هي لا طيب باش كتبتو شنا الكولور اللي استعملت واش درتو السوليني ولا لا دونك ديغيكتمن كان سيلكسيوني وكان مشي لهنايا وكانكتب وبالنسبة التكست كذلك نفرضو انه هاد الامور هوا مع تكست ديالنا العادية تكست مثلاً نبغيناها حنايا تكون بهاد هاد الخط هادا نختارو شي خط كما كان نحاولون نجبدو شي خط نحاولو نلقو شي خط مثلا هادا يعني باش ما تضع طلوش ونديرو مثلا بحال هكا ونكريو واحد استيل اللي نتعلق بسيط يعني بالتكست يعني هذا ديالتكست عادي نديرو اوكي اللي قد نجيل هانايا هادي هي تكست ديالي نسيلكسونيها وغا نجيل هنا هاوغا نقلب على تكست هاي هادي قد تلي كما اللولانية وجاب يعني الستيل ديال الكتبة وجميع الأمور وبهكا كنكمل يعني كن نربح الوقت بزاف بهذه الطريقة هذي نعود ومثلا هذه هي التكست ديالي بغيت نموضيفيها مثلا مثلا هنال هنا يا غدي نقلب على التكست هنا هي هذي وفي الحالة فاش كان بغي نموضيفي واحد استيل كنجيل هنا يا غدي ندير أبليكي لستيل فاش كان دير أبليكي لستيل كتخرج ليا هذي ممكن نحركها حتى في أي بلاسة اللي باغي مثلا نجيبها لهنا او اللي هنا يا ومثلا بغيت نغير ستيل ديال السوتيتغ مثلا او الا ديال هناك يكون عندي مجموعة ديال الامور مثلا ديال الريفيرانس اللي كانت خدمت بيوم قبيلة ومثلا بغيت نموضيفيه نجيل هنا يا ومن هاد البلاسة هذي ممكن انني نموضيفي يعني نموضيفي يعني نبدل الخط او لا نبدل لا تاي مثلا كانت عندي ايطاليك بحلقة يعني بغي نحيدها او لا نشانجي يعني من هناك كانت تحكم في الطريقة باش كان موضيفي واحد ستيل وعود ثاني الميزة اللي هي زوينة يعني بحل مثلا هناك عندي يعني التيتغ بهذا الكولور هذا مثلا مبقاش عاجبني انه بالحمر غادي نجيه غادي ندير موضيفيه نبدله مثلا نبدله نديرو بشيلون اخر مثلا يعني نطبقه باش نلاحظه يعني ذاك التأثير ونديرو اوكي غادي نلاحظه على انه غادي نشيه العنوان اللي كنا ندرنا القبيلة تاوي يعني تبدل يعني تغير هنايا نموضيفيه دابا العنوان هاد العنوان تحتاني هذا نديرو يعني اعطانا تيتخ هنا نديرو موضيفيه نشانجيه الكولور ديالو نردوه مثلا بهذا اللون هذا ونديرو اوكي اذا فاش غا نرجعو للعنوان الاول تاوي على القاوه انه يعني تشانجيه ديغيكتومو اذا هادي كانت واحدة الطريقة اللي هي بسيطة لكن كنربحو بها الوقت وكتخلي انه الربور ديالنا يكون متناسق وكذلك بالنسبة لفاش كنكونوا خدامين يعني كنخدمو بوحدة الطريقة اللي هي سريعة اذا كان عندكم اي تساؤل بالنسبة الورد على شي اداة باقي ما شفنهاش او لا يعني ما شرحتهاش مزيان حاولوا تخليوا عليها في الكومنتر ونحاول نشرحها لكم ان شاء الله شكرا لكم اشتركوا في القناة